كتاب عبارة عن توطيق المجموعة الأحداث التي عشتها بشكل شخصي في المنطقة دورة صغيرة تبع الجامعة أسني بإقليم الحوز الكتاب يتحدث عن المعاناة وتفاصيل ما بعد المعاناة والتضامن المغربي المنقطع عن الناظر التي عشتها في هذه المرحلة وأيضا مجموعة من التجارب التي عشتها بشكل شخصي في هذه الدور طبعا أنا واحد لأسرة له نجات من ذلك الزلزال وخرجت من تحت الأنقاض لكن مع الأسف شديد فقط الجيران ديالي كلهم فاش حضرت في ذلك الزلزال وعشت هذه التجربة كنت قلت علش لا طبعا بإعازه من الأصدقاء والصديقات قلت علش لا منحول لاشت واحد كتاب لي وضطق هذوك الأحداث وغيبقى للتاريخ لأنه ودوين فيه جميع التفاصيل هنا جاءت فكرة أنا في البداية كيف قلت في مدخلة في البداية كانت عبارة عن تدوينة في الموقع التواصل الاجتماعي لكن بعد الإلحاح هذه المجموعة الأصدقاء والصديقات والزمالة والصحفيين تطريد أن نردوها الكتاب الصغير اللي كحكي هي تجربة هذي هي تجربة فعلا تجمع واحد بجموعة المتنقضات اللي عشتها بشكل شخصي ولكن تجربة مريرة وعسيرة على الهاد ما قدرش أنني نستوعبها إلى حدود الساعة رغم أنني حاوت نفرغها بالكتابة في الكتاب الصغير اللي خرجت أنا كيف قلت بزاف تتصريحة سابقة يعني الززال كشف المعدن طبيعي ديال المغاربة حينت المغربي كتلقاه فوق الكاريتة وفوق الشدة وفوق المعاناة تضامن المغربي المنقاطع الناظر اللي عشنا في الززال لا يمكن لأي كائن كيفما كان أنه ينكره كانت واحد تضامن منقاطع الناظر كانت قوافل تضامنية من كل مناطق المغرب من الصحراء من الشمال من الجنوب حتى مغاربة الخارج أيضا قدموا لنا مساعدة لم يمكنش توصفها لم يمكنش لأنه بإمكان قوليك تستقبل ما بين 3040 جمعية في النهار على طول 3 أو 4 شهر المغاربة كانت قوافل في كل ماتق الدينزل وهذا ما يكشف هذا القيم المغاربة والتعاظر والتوزية والتضامن المعروفة بإحنا المغاربة وهذا الكرام دائما كيبان في هذه الكواريدة صحيح إلا من كتلقوا المغاربة ما يدورش بعدهم لكن فش كتلقوا الكاريتة كتلقوا في المغاربة ومالولين كيوقفوا معاك ومغاربة والتضامن الذي خفف علينا نصب بشي حاجة ما شئ لكن التضامن الكبير والتعاظر الخفف علينا وبفضلهم وبفضل تجربة جاوزناها هذه المرحلة والمينحة التي عشناها هذه المحلات طبعا الكتاب دونت فيها تجربة تضامن والتعاظر والتعاون وأيضا دونت فيها النقطة السلبية التي حاليا نعيشها في المنطقة الزنزال النقطة التي تحمل فيها السلطات المحلية وأعوان السلطة وربما صلت على المستوى الوطني واحد مسؤولي الأكبر لأنه بزاف دي العائلة باقي ما استفدوش الحدود الساعة آآ مرة عام على الزيزار وبزاف دي الأسر ما زال عايشين في الخيام وبالتالي حاولت نوصل واحد الرزالة للمسؤولين بالإضافة للرسائل اللي كانت نصل لهم بشكل يوم يحاول نسلم في ذاك الكداب بأن ذاك البيروقراطية وذاك يعني ذاك القارات الفوقية اللي كجي وراها ماشي في صالح الساكينة ما كانش اشتراك المجتمع المدني ما كانش اشتراك الناس آآ في اتخاذ مجموعة القارات آآ يعني جو من الفقه للناس وهذا الشي اللي آآ طال امد المعاناة لأن امد المعاناة طال رأى بزاف الناس ما زالوا قياتنا رأى عام على الزيزار وباقي الحد الساعة ما كانت شي حاجة أيضا دود في واحد جريبا لي هي آآ عبارة عن آنين المواطن غير مقيم لآ واحد بحالي أنا وليدي وعائلته وكلها راه في الضوار ولكن كيشتغل في الرباط وحيكم العمل دي لفرباط دلولي غير مقيم علما انه فقط المنزل ديلي وقس علي علي بزاف دي العباد الله حاولت نوصل ذاك الرسالة بان نويا نخدم في المدينة رأى لو لا الخدم في المدينة ما ديش عيش والدي دي في الجبال انا مشي تخدم في المدينة باش باش تخدم علاها وليدية ولكن باش نفقد المنزل ودرلي غير مقيم غير مقيم رأى ما عندش حداش معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة